اذا جاءك المهمومة انصت واذا جاءك المعتذر اصفح واذا كصدك المحتاجة انفك ليس المطلوب ان يكون فيه جيبك مصحفا ولكن المطلوب ان تكون فيه اخلاقك ايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بكيره في احسن حال احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر نهاردة كده ان شاء الله روتين جديد وفيديو جديد هنعمل مع بعض طواجد المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن بطريقة جميلة جدا عملتها معاكو قبل كده وهقولك بقى الطريقة الاحسن ايه عشان بازن الله تتبعوه وكمن بقى كده روتين عنده طيور هننظف كده عند الطيور ويبقى كده قبل ما نبدأ اللهم صلي وسلم وجد وبركة على سيدنا محمد وعلى الى وصحبه وسلم ما يشاء الله كان ومن يشعر اميكم وما توفيقي الا بالله ثم بيكم يا احلى واغلى متابعين لايك بقى للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس امرا ويلا بقى كده نبدأ فيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه بس كده يعني اتمنى كده يعني تدعموا القناة وربنا كده يساعدكم يا رب ويقبل وخدركم جميعا كل اللي بيدخل عندي وبيسندني ربنا كده يعمل بركة والخير على بيتكم جميعا يا رب ويبراكلكم في اولادكم يا رب جميعا اخوات الغالين من داخل مصر ومن خارج مصر ما تحلمش منكم ابدا يا رب كل بيدخل عندي وبيسندني دمتم في خير وبركة وسحة يا رب العالمين يلا بقى كده ندخل على الفيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه وبدأت بقى يوم ازاي طبعا كده اول حاجة هنعمل بقى المكارون الاول يعني روتون الطيور دوت كان اخر النهار يعني بعد العصر كده بعد بقى محضرت الغدى وكده طلعت بقى كده انضف عند الطيور اول حاجة هنا معي المكارونة حطها بقى كده في المية عشان اه اسلقها ويعني الفيديو اللي فات او الطواج المكارونة اللي فاتت ما كنتش سلقتها خليكوا بقى كده معي وتابعوني عشان اقول لكم الطعم الاحسن ايه وبرضو في البيت هنا عندنا شكروا في الطريقة الهين احسن عشان بازن الله تعتمدوا الطريقة الافضل وهنا معي بقى كده نص كل اللحمة مفرومة كانت في الفريزر طلعتها وحطت كده معلقة سمنة في الطوصة على طول وانزلت بقى كده باللحمة المفرومة وهي متلجة اه ده كله هيفك وهتبقى هتشوفها معي دلوقتي طبعا حطت كده الملح الاول يعني شغالة معك كده معاليتين مع بعض عشان ما ضيعش وقت وخلص على طول اه ده بقى كده طبعا نسلق المكارونة تلات تربع سوى عشان بقى هتكمل التسوية بتاعتها اه في الفرن لما ندخلها الفرن تلات تربع سوى كده وهطف عليها وبعد كده اه هنشوف بقى هنعمل ايه طبعا هنا المكارونة يعني اللي نحمل المعصاجة ديت هتفك على طول المتلجة وهنشوف برضو هنعمل ايه طبعا احنا شغالين كده يعني اه فعلا لازم كده ان احنا نحترم الناس لو واحد جاي مهموم لازم ان احنا نسمع له وننصحه اه ونفرج عنه يعني كده ونريحه عشان يعني المهموم اللي جاي يقول لك دوت عشان كده واذا جاء اكل محتاجة انفق لو حد اه جاي لك ومحتاج منك حاجة يعني انفق يا ابن ادم انفق عليك يعني الدنيا عايزة بس كده ليفهمها ازاي عشان اه وطبعا تقول ما احنا متابعين كده اللي الدين قال عليه والربين قال عليه هالانسان هيعيش كده وهو مرتاح طبعا هنا وقادي اه هكمل بقى الكلام معاكم بس بعد ما اقول لكم هنا حطت ايه حالة عملت برضو الصلصة اللي هي هتبقى بتاعت المكارونة اه معلقة توم مفروم شوحتها كده يعني مش بتاخدون ولا حاجة عشان نفس التوم ما يبانش اوه في المكارونة وانزلت بقى كده بعصير الطماطم عليها طبعا بحط هنا البهارات وهنا البهارات بس بعد ما اللحمة كده فكت وحطت بقى كده عليها بصلتين كنت عاملهم كده بشرة مع المبشرة او ممكن تعملهم زي ما انت عايزة وكمان هنا نزلت برضو عليهم بالفلفل الالوان وحطت بقى هنا ملح وملح زي يعني كنت بقى ملح كده الاتنين مع بعض فلفل اسرود وكمون والسبع بهارات وبهارات اللحمة ولور مطحون وحبان مطحون ورشة ارفة د كده على اللحمة مع الصغر اه على الصلصة بحطت بقى كده ملح وفلفل اسرود وكمون وكسبرة ورشة سكر عشان الحموضة وكمان السبع بهارات هقلب بقى كده وهيبقى بقى الاتنين جهزين معايا وهنشوف كده سلقة المكارونة يعني زي ما قلت لكم تلات تربع سوى اه وبعد كده طبعا بشرتفتها برضو تحت الحنفية اه يعني حطها في مصفة وشرتفتها تحت الحنفية على طول وهنشوف بقى كده مع بعض وطبعا يعني فعلا مش يكون الواحد اه شيء المصحف يعني ليس المطلوب ان يكون فيه جايبكة مصحفا ولكن المطلوب ان تكون فيه اخلاقك اية مشان انا اكون يعني معايا مصحف وشايله ومش عارف المصحف ده في ايه او بيتكلم عن ايه او مش فهمه المهم شيء المصحف وخلاص طبعا لازم يكون فيه اخلاقك اية يعني اية كده من الكرآن اللي احنا نعمل بيها ونرضي بها الناس ونفك قرب الناس وننفك على المحتاجين ونسمع للمهموم او اللي هو يكون عنده زروف ما او يعني مش مرتاح وجاي بقى كده ان هو اه يشتكيلك او يقول لك حاجة لازم ان احنا نسمع الناس والناس لبعضها واهم حاجة المعاملة مع الناس وربنا كده يا رب يكبر بخاطرنا وخاطركم جميعا يا رب العالمين طبعا هنا خلاص يعني الصلسة لازم تكون كده اه نص تسوية بنسب بقى كده فيها يعني مش بنسبكها او بتبقى نص تسوية وقادي بقى كده اللحمة المفرومة خلاص بقت جاهزة معي اه يلا بقى كده وحطت بقى هنا برضو مكعب مرأ وضبط كده الملح وزي ما تلكم حت رشد سكر عشان الحموضة وهنعمل بقى كده طواجن المكارون كده بقى تجاهزة معي هي والمكارونة تسلقت ويلا بقى كده ونحضر الطواجن طبعا اهم حاجة وانتي بتیاعمي المكارونة في الطواجن كده لازم بقى في يعني اه الزيت عشان اه وانتي بتقلي بيها ما تمسكش معيكي اه المكارون فعملت كده الاول دة هنتها كده الاول بالزيت وقادي بقى المكارونة ههيت اه حط بقى كده الاول هعمل كده طبقة من اللحمة المفرومة. زي ما قلت لكم هقول لكم بقى كده بعد ما خلص التواجن ديت الاحسن. هنا برضو ادي اللحمة المسلوقة هي او المكرونة المسلوقة. حطت برضو كده عليها مغرفتين من الصلصة. تخليها كده تدخل بقى كده فيها وتبقى طعمها حل. هفرج بقى كده الطبقة التانية. نحط ادي المكرونة بالصلصة. زي ما قلت لكم يعني التشوية التوم ما تخليهوش طلع قوي عشان ما تبقى الشرحة التوم الفيزة في المكرونة او في تواجن المكرونة. طبعا انت بتحط كده بتتغطي عشان تبقى معاك متسوية وتكون متماسكة. يلا بقى كده الوصل معي لحد هنا. تمنى بقى كده اللايس الفيديو ما تنسوهوش عشان اللايك هو اللي برفع الفيديو. ويخلي كده الفيديو يعني يتنشر الاصبر عدد من الناس. بعد ما حطت بقى كده المكرونة بحط بقى كده على وش المكرونة برضو. آآ طبقة كده من السلسة. هغطيها طبعا هنا الطاجن الكبير دو هتلغطى. آآ هغطيه وهحطه بقى كده في الفرن. آآ هعمل برضو يعني آآ طواجن كده صغيرة. نفس الطريقة برضو بتاعت الطاجن الكبير هعملها برضو بس في طواجن صغير. طبعا انت لو عندك اتنين كوبار حطيهم آآ عايز تكتفه بواحد بس يعني على حسب بقى ما انت بتعمل. برضو بالزيت كده ودهنتها وحط برضو طبقة من اللحمة وعليها آآ طبقة من المكرون. وقادي برضو على الوش كده آآ مغرفة سلسة. طبعا الطاجن الصغير دي ما ما لهاش غطى فهغطيها بقى كده آآ بورا الفويل على طول وبقى هعمل برضو كمان طواجن صغير. طبعا لو تبقى منك بقى شوية مكرونة آآ شوية لحمة مفرومة كده ممكن تحطها في علبة تحطيها في الفريزر لأي مرة تانية يبقى عندك جهزة على طول. حطهم كده بقى فصانية وادخلهم بقى الفرن آآ يعني مش عايزة لكو ربع ساعة وكانت بقى جهزة معي كده لان طبعا كل حاجة مستوية هتاخد بس كده نفس الفرن ومنطلحها على طول. طبعا هي لسه سخنة وبقلبها كده علشان برضو اوريها لكم. شايفين بقى عاملة ازاي? هقولكوا بقى الطريقة الاحسن ايه? الطريقة اللي هي فيها اللحمة اللي فيها المكارونة مسلوقة بتبقى احسن من اللي انت بتحط عليها او بتبقى المكارونة نية وبتحطها في الطواجن. يعني كلنا هنا في البيت شكرنا فيها. او طبعا جربوا الاتنين واللي ترتاحوا لوقب وطبعا آآ هتعتمدوه وتبقى الوصفة المعتمد عندكم. لكن الافضل اللي احنا شكرنا فيها في البيت عندنا هي لما تسلق المكارونة بتبقى طعمها احسن. منافسها بتبقى احسن. ودي برضو الطواجنة الصغيرة هيت. رأيكم بقى يلا بقى كده استهلاك بقى الفيديو ولا ايه? يا رب كده دايما نكون عنده حسن ظنكم وقدم لكم كده كل حاجة بتعجبكم وبتفيدكم بازن الله. ادي بقى طواجنة المكورناء هيت. طبعا سخنة بقى مش عايز اقولوكم كانت تعموها عامل ازاي? كده خلصت بقى الغداء. وطلعت بقى كده آآ عند الطيور. طبعا الطيور كان عندها مية. يعني كنت يحطرها كده برضو من الصبح. وقلت بقى كده تخلص الاكل عندها عشان اه تحتها كده يبقى مفيش اكل آآ على الارض. فسبتها بقى كده يعني اطلع اخر اليوم. او على العصر كده بقى تحتهم واخد بقى الاكل برضو والمية تانية نضيفة عشان اعمل له. يا رب كده ربنا كده يبركلي فيكم يا رب جميعا احلى واغلى متابعين وربنا كده آآ يعني مش عايز اقول لكم ايه ومهما اقول كده وعايز ادعلكم آآ دعاوه كتير جدا ربنا كده يا رب آآ يعطي كل محتاج وكل واحد كده نفسه في الزررية الصلاحة كده يا رب ربنا يعطيله ويدكم الصحة وربناش في كل مريض يا رب ويبركلكم في اولادكم يا رب جميعا آآ دمتم فرعيت الله وامني وده كان فيديو نهاردة كده يا رب يكون عجبكم آآ وطبعا هنا بعد ما كنتي كده بقى آآ تحت الرومي بالنمي بقى كده الزبالة زي ما انتم شايفين طبعا هنا كل كم يوم كده هنكنس بقى كده تحت طيورنا عشان الجو وصيف ما يبقاش في اي ميكروباط في اي تلوث يكون تحت الطيور وطبعا بيبقى غلط عليهم هنا بقى كنت عاملة بقى عيش آآ يعني فركاء كده عيش بيت بنفركوا كده على ايدينا وقادي بقى كده آآ كان فيديو معاكم النهاردة دمتم فرعيت الله وامني يا رب يكون عجبكم